يا أمها ردي تعمل ده وتسمحي مين بنتك من اللي عزيبك تعليلي هنا يعني بعد ما فاتحوا شانطة العربية والقوى الصحية لو دوها تزمي خطر واللي نفذ واللي نفذ هي الأم يا سادة وتتكوّب ولا يعني وسجل تطفى فيها من اللي بيشتغلوا معاك وفي البيت بنس جماعي عملتي كل ده في بنتك السلام عليكم وعشت الله وبركاته تحية طيبة وبعد لا يحلى الكلام إلا بذكر الواحد الديان ولا يحلى القول إلا بذكر محمد الرسول اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلي عليه مكسل ليه إيه القضية اللي شغلت التريند أول أمس إيه القضية اللي ناس كلها بتتكلم عليها ست أفراد عصابة في محافظة أهلية وخاصة في إحدى الكرة التابعة لمركز أجا إيه حكاية كريمة رضوان اللي هي أمة قفلة رجالة كريمة رضوان دي سيدة كانت مشكلة تشكيل حصابة من الجيزة ومن المنصورة لكن العدد ست أفراد ما بينه بقى يعني اتنين ثلاثة رجالة على اتنين ثلاثة سيدات وهنا كان زي ما احنا بنقول بقى تبادل الأزواج كانت حفلات يمكن انت حفلات لا أخلاقية لكن كانت جماعية ما بين الست أفراد لأنه هما كانوا بيشتغلوا فيها أو العصابة بتاعتهم كانوا يعني يمكن مشروعهم إيه أو مخطاتهم إيه كانوا بيستقطبوا السيارات يعني كانوا بيسرقوا السيارات ويقطعوها ويبيعوها وكانوا دايما المجتمعين في بيت اللي هي ست اسمها كريمة رضوان اللي هي من إحدى القرى اللي مركز أيا محافظة الدهلين طبعا كانوا بيتصلوا على العربية علشان هما رايحين مشوار ويجيبوا العربية ويتم اختطاف السائق ورميو أو إزهاق روحه وبعدين ياخدوا العربية قطعوها ويبيعوها لكن كانت طبعا يعني حفلات السمر وحفلات الصهر ما بين الستة ويمكن هو كان راس الأفعى يعني في الستة دول اللي كانت كريمة رضوان ومحمد عاطف كانوا دايما يعني حفلات الأخلاقية جمعية ما بين الأفراد مباوضة وكان فهم الناس من جاوزة التانيين هو طبعا العدد كتير والأسماء متلق بضلا مش هنقدر نحصل الأسماء بالظبط لكن العين على كريمة رضوان والعين التانية على محمد عاطف هما دول كانوا راس الأفعى في القضية طبعا كانوا بيطلعوا بالإقراه يسروا عربيات كانوا بيروحوا يهنددوا الناس ويعملوا رعب خطفة على الطريق وكانوا بيجوا بعد ما يفرقوا الغلة بيحتفلوا بعد بيأكلوا وبيشربوا ويمارسوا القصة اللي انتم فاهمينها فهنا كريمة ردوان عندها بنت صغيرة اسمها روجينة عندها خمس سنوات فالبنت كانت قاعدة معهم في البيت فشايفة كل حاجة وكانت بتحكي يعني المشكلة يدي طفلة صغيرة عندها خمس سنوات ما بتعيش يعني ما عندهاش وعي انها تشوف حاجة وتلقينها لكن كان دول بيترددوا على البيت وكانوا يعني بيقولوا للناس ان احنا شركة مقاولة ومش عارف ايه ويعني الدخول والخروج في ذات القرية كان متاح لهم قدام الناس كلها لكن روجينة اللي عندها سيد خمس سنوات يا سادة كانت بتحكي للقرايب قرايب ابوها وقرايب امها وكانت بتمثل بالالفاظ بالالفاظ وبالحركات وكل حاجة هي بتسمعها بودنها وبتشوفها كان بتحكي لابوها بتحكي للقرايب ابوها والناس اللي في الشارع فهنا طبعا الحاجة الكريمة يعني اللي ربنا كرمها يعني بحكم الاعدام كانت بتشوف البنت وكانت بتبدايق فبدأت تنقل الصورة لمحمد عاطب وبقية المجموعة فقالوا خلاص البنت دي كده هتفضح الامر فلازم نتخلص منها عملوا ايه بدأوا ان هي كريمة هي خادت البنت وستلميتها لمحمد عاطب وكان معهم عربية كانوا سرقنها وبدأوا ان هم يعني ينفزوا الواقع بتاعتهم بدأوا ان هم يعذبوا البنت اكتر من مرة في مناطق حساسة وفي اخر ما تم خدوها وحطوها في صندوق العربية اللي احنا بنقول عليه الشنطة بتاعت العربية وحطوها ست ساعات علشان تفارق الحياة وبعد كده يرموها في اي مصرف لكن المفاجأة ان بعد ست ساعات فتحوا شنطة العربية البنت كانت ما زالت على قيد الحياة وكانت اصابع ايديها بتتحرك فعلشان كده شلوها من الشنطة وحطوها في الشنطة تاني لمدة يوم ونص لحد ما تأكدوا من فراء البنت للحياة وانها زهبت وصعدت روحها لخليقها ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تأكدوا انها باتت خدوها وطلعا احد المصارف الزراعية في القرى المتلمية الاطراف بعيد جدا عن المناطق السكنية وراموا البنت وكانوا مظنين ان البنت مفيش حد يعرف يوصل لمعلوماتها وان الموضوع مش هيكتشف يعني بعد ما فتحوا شنطة العربية ولقوها صحية موتوها اذا ضاع الايمان فلا امان الشيء الغريب جدا اللي خطط واللي رتب واللي نفذ هي الام يا سادة يعني ايه تعالوا ما نشوف المستشار اهاب المري اثناء محاكمة الستة لان محمد عطف والكريمة ردوان خدوا اعدام وبقيت المحاكمة هتتم في 25 ستمبر القادم تعالوا معنا ما نشوف المحاكمة والاحترافات المتعمين ونتظر اراح ارقكم في الكميتات يلا بينا بالسواة تنسونا واللايك والاشتراك عشان يوصل لكم جميع الوضايا والترنتيات في المجتمع المصر فك الحديث فك الحديث ان كله ما رجعش وارا حفظ حقل القاعة من غير اللي ندعه بي كله ايه دعوانا اكتر من كده شازت هل رأتو بس نظارها سكرية حفاظا على خائل الامر مش هنتكلم في حاجة يا بستغي الحاجة انا هتناول في مرافعاتي شمعة عاملاتي واعراضنا وبإثباتها مش همناش علاقة بيها مهي متعلقة بالفاعل انا ولا هتو خدش الحياة المنت ردلت مرة اخو لا في جوانب مخرى ماليش دعوه بتنزورة مخرى دي بواعس لا علاقة لها بالفاعل انا عندي فعل قدر سببه ايه ممكن ما تكلف ده باعس مش هاجة لتو استاذ قديم مش هقول انها ده استاذ قديم يعني مش عايزيني جمسة بتحق بنتي قال لي عليها انت بتتكوب ولا يعني وسجالة تطفى فيها من اللي بيشتغلوا معاك وفي البيت جنس جماعي والشامعي سايع بس اللي بالولاعش انت بتعمل حركات ايضا انت تتساعب واللعب نفسك والشامعي ملا حطوا عليه محمد وش قدامك حطوا شامعي قدامك ومن اللي طفى سجالتوا باسمها كانت بتحكي يا حاجات شايفها بره ولا حاجات انت بتعمليها اه يا شافيتك مع باباك شافيتك مع باباك انت واحدة تان تلاتة مع باباك ارجع المكان فيه الدعم مدني ما فيش الدعم مدني يا سادزة حننوه على شين فيه حد دفاع افضل ممتهم عشان نشوف يتعرض ولا لا ولا كل واحد انا حاضر مع المتهم الاول انا حاضر مع المتهم الثاني ما فيش تعرض ما فيش طايم نعليجنا مسألة دفاع المتهم يعني ما نقولش كلام خادش اذا لقيت ضرورة تفيدك فيما يستبي جانسة سرية نعملها بعد العلانية ما عندناش ما يتصل اذا كان في ضرورة انت شايفها من هو جهة نظر ما فيش نتناول زي ما قريته البنت شافت لفاقات جنسية قاعدت تتكلم عليها وتمثلها بس مش عايزين نقل اكدر من كده في حاجة تفيدة غير كده تقدش الحياة نقولها جوا بعد الجانسة العلانية فضل يا أستاذ انت بدفاع المتهم الأول والحاضر مع المتهم الأول دفع الاتهام أولا انتفاع القصد الجنائي رفع الجلسة للاستراحة وستنظر الدعوة بدون حضور أي صحفي رفع الجنسة يا الله رسالة يا الله رسالة يا أرسالة يا أحضر أحضر الناس با أنه هي مش هاتفة يا الله كلام خارجة يا الله كلام خارجة اريدين يتبضى على الوصف يتبضوا لديك يتبضي تقول لي الملحّص تقول لي تبضل المرافعة ماذا شغلون لك وفيرنا اللي كانوا وقفونه قدام يعني مفيش حاجة يعني متابعين العزاء زي محضراتكم متابعين معانا وفعة صعبة جدا حصلت في المجرمين اللي نفذوها من الجيزة هي أم رجينة البنت اللي عمرها أربع سنوات ونص وكان معاها صديقتها وعشائها طبعا رجينة شافت مامتها وأصدقائها اللي كانوا منفذين أو كانوا يعني مخططين جريمة لسرقة السيارات من خلال موقع منفذينه من خلال الانترنت والنهاردة كانت قولها جلسات محاكمتهم وزي ما حضراتكم شفتوا في بداية اللقاء يعني تم استجواب الأم من ما خلال المستشار بها اللي مذي وسألها أنت كانت قلب إزاي تخلصي على بنتك ويعني كانت المحاكمة بدأت ولكن اتفاجئنا أن سيادة المستشار رفع الجلسة وطلب إن تكون بدون تصوير أو صحافة لسبب وده بناء على طلب المحاميين المتهمين إن هيكون في كلام خادش وخادش الحياة في الجلسة طبعاً إحنا متابعين معامكم إن شاء الله يعني متابعين الأعزاء إحنا متابعين معامكم القضية وإن شاء الله بإذننا معامكم على مدار اليوم شكراً للمشاهدة زي ما حضركم شايفين معنا إن الجلسة النهاردة أولى جلسات محاكمة أم تجردت من جميع معالم وأمومة وما نقدرش إن إحنا ننسبها يعني النهاردة إحنا داخل محكم الجناية المنصورة ممتابعين معاكم من أول لحظة ولكن للأسف تم رفع الجلسة للإصطراحة وعدم التصوير والسبب إن هيكون فيه من خلال مرافعة المحامين وأدموا الطلب ده لسيدة المستشار إن هيكون فيه كلام خادش للحياة يعني متابعين الأعزاء متابعين معاكم القضية وإن شاء الله هنوفيكم بكل جديد فيها وطبعا شفنا في بداية المحكمة أو بداية الجلسة استدعى سيادة المستشار المحترم الجليل بهاء المري استدعى الأم أمامه فيه سؤالين إزاي جالك قلبي إن انت تحرق بنتك وتعزبيها وتنهي حياتها بالطريقة دي قالت له أنا ما كنتش قصدي ولكن هي كانت بتعمل خرقات عيب قدامنا فقالها الحرقات دي شافيتها إزاي طبعا هي بتكذب وقالت بتشوفني أنا بعملها أنا وباباها وهو مش باباها لكن تم القبض عليها هي وعشائها وصديقاتها كانت البنت بتشوفهم في جلسات في حفلات جماعية جنسية كانت بتقامها هي كانت بتعملها بتقامها هي وصديقاتها وعشائها معاهم أربعة تم القبض عليهم والنهاردة أولى محتمتهم وبنظفر حجاراتهم بالواقعة هم كانوا طبعا مشاكلين تشكيل إصابي بنسرقة السيارات ومن خلال من خلال تطبيق نفذوه على موقع التواصل الابتماعي وطبعا كانوا بيجي صدره صاحب السيارة ويسرقوا السيارة ولكن بعد سرقة السيارات كانوا بيحاولوا يعملوا حفلات كانوا بيعملوا حفلات جماعية جنسية جماعية هو يعني صديقتها وزوجها وصديقة أخرى لها وكننا وطبعا البنت كانت بتشوفهم حاولت إن هي تقلدهم أبتر من مرة كانوا بقولولها عيب ولمدة شهرين بدأوا إنهم يعرضوها وبالحرق والتعذيب ويقول لها ما تعملش كده ولكن البنت كانت مستمرلة في تقلدهم وبدأ إن المخاوة حتاخدهم إن البنت ممكن تعمل كده قدام أقاربها أصدقها وعشقها أنها لازم نخلص منها إن إحنا نحطها في شنطة العربية ونقفل عليها وتبان إن هي موتة طبيعية و بالفعل ننفذوا ده أخدوا البنت تحقوها حشق د Running America لمدة 6 ساعات وبعد 6 ساعات فتحوا حشبطة العربية لوقوا البنت لسه إيديها بتتخرك وليس فهرة مرح أفلوا تاني عليها حشنطة العربية لمدة 30 ساعة وبعد ال30 ساعة فاتحوا البنت لقوا البنت متوفية بالفعل وحبوا إن هم يداروا جريمتهم فقرروا إن هم يرموا بس الطبيعينة اللي أمرها أربع سنوات بعيد عن محافظتهم وطبعا رموا البنت في أجا تابع محافظة إداء أهلية معتقدين أن